السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سأشرح لكم السلسلة الرقم 20 قبل ما نبدأ لا تنسوا لا تشاركوا على القناة كودو ماروك كريم اللي على اليوتيوب وتديروا جيم الفيديو وتبرتاجهم قبل ما نبدأ نريد أن نقدم لكم هذه السلسلات اللي هم أسئلة المتيحة يعطيهم لي المترشحين اللي يدوزوا في القناة كودو ماروك كريم أو اللي يدوزوا على نفسها للتعليم قبل ما يسألين ويقول لي اسمها جيدة السؤال وجده بطالك صحيح النا ونريد أن نحصل لكم كما سوف نسأل لكم المتحة انتم ان شاء الله ستجدوا نفس السؤال والصورة سأحصل لكم نفسها سوف نضع بصورة بلاس آخر بالنسبة للغرامات وصحب النوقات لا يضعونه ما يقول لكم الغرامات وشتوه السؤال او لا يضعونه حتى في القناة تبارك الله كانت اكثر من ثلاثة واربعين الاف او لا يضعوني الغرامات وصحب النوقات وشتبعت الفيديوهات يقول لكم احفظوا الغرامات لا يضعوني الغرامات او لا يضعوني الغرامات ومشيت بنفسي عند الإكزاميناتور الذي خلاص يدوزه المتيحان وقد قلت له بالنسبة للغرامات وصحب النوقات قال لي في المتيحان كل ما تبدل في المدونة الجديدة في أن الوقت يقوم بل غرامات يرجعوني الغرامات حتى في القانون الجديد بلغام الحديث لن يقوم ب bio لا يسبب الحفظ يرجعوني الغرامات قال لهم السؤال الذي يضعوني الغرامات لا تحيط له وهو من يقول لك أن نسوق داخل تجمعات السكنية ونتعاقب بغارة معمالية أو بحفز أتقول لك أنه ليس بحفز عفوا بغارة معمالية هذا هو السؤال غير ما أعرف كيف نحيطه و بالنسبة لكذا نرخصة T و C بفيه الحفيلات و الشاحنات فهذا يوجد المشكل لدينا السرعة و بالنسبة ل السرعة لدينا قانون جديد و قانون قديم سوف تتكلم القانون سوف أعطيكم السرعة بلا ما تحب قولاتكم بلا السرعة تحيي ذات ألاتيك نقول لكم من قلب فين كدوزو طرف ببليك كيف يقول لكم حفظوا الغرامات لا يشتك شيئا غرامات لا يبقى بالنسبة على بركة الله بشرح السلسلة رقم عشرين السؤال رقم واحد على بعد 700 متر الإشارات الطرقية كنت تعلم لي على أن لدي حق في التجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب جوش بالنسبة كما كيفرنا هذه الإشارة هذه فكتقول لي هذا مثلك السير وهذا مثلك تجاوز وهذا مثلك يجيب جوش المسالك يديم ومسلك واحد يجيب سيبقى على بعد 700 متر بعد 700 متر أي لدي حق في التجاوز على بعد 700 متر الإشارة الطرقية كنت تعلم لي على أن لدي حق في التجاوز لا هذا بل لا لدي حق في 700 متر هذا بل تجاوز لدي حق في التجاوز مثلك السير ومسلك تجاوز إذا الجواب صحيح ورقم واحد سنضغل على الليسل لدي حق في التجاوز سوف نعطيه حق لها سباقية جايين من ليمن نعم الجاوب واحد لا الجاوب جوش بالنسبة هنا هذه العالمة لطريق ذات أولوية هذه العالمة تقول لك ما تعطي لليمن للليسر نسان تشدك ليمن وليسر تضرب عليهم حسبهم لا كينين و بالنسبة السيارة التي قبالتك إستفادتما إستفادتما السيارة التي قبالتك السيارة التي قبالتك سوف ننطلع cardi سوف نظر تصرف في تصرف ملاز سوف يستrint خاصة الأجل فهذا الطريق الجمالية من قسم الصرعة نعم الجواب واحد لا الجواب جوج من الواجب عليها نوقف على الأول نعم الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة بالنسبة هنا فهذا الطريق الجمالية ستسمعوا دمها الشرح القوف فأنواع التقابل كيف تقابل بالعائق لعند العائق يوقف كيف تقابل مستحيل وكيف تقابل الصعب شنو ما الشرح لأن التقابل مستحيل تقابل صعب تقابل صعب تقابل صعب تقابل صعب وكيف تقابل صعب يدوز بحدايا يجب عليك العربة لا تترجع للتعاني في هذه الحالة هذا تقابل صعب العربة لا تترجع للتعاني تركك شوي وتوقف وتجعلين الاندوز هذا هو التقابل الصعب وكما التقابل المستحي يجب عليك عربة ترجع للتعاني وتطلقى الفوسحى و تتخلين صيارة الاخرى وكما يكون تقابل الصعب ديما تقابل الصعب يكون فاقضاء أو حذورة فتريق جبلية وخامة ميناش عقبة دينينا فتريق جبلية كي يقول لكم هادي عقبة حنا نمشيون هم على قد درسهم فتريق جبلية من قسم الصورة نعم هذا تباين بالواجب علينا نوقف أعلى اللول شكولك يوقف اللول في التقافل الصعب اللي هابط هو اللي خصوصي السهل هذا اللي طالع دب أنا فتريق جبلية إذا أنا اللي طالع في الجبل فتريق جبلية إذا هذه اللي هابطة هي اللي خصوصي توقف وتخليني ندوز فهمتو هذا في التقافل الصعب هذا كان قوله العودة قبل التقافل المستحيل بوحده تقافل المستحيل إذا كانت شنو سميتو تقافل المستحيل في ذلك الساعة اللي أصغر حجبا هو اللي خصوصي يرجع اللول واللي أكبر حجبا هو اللي يوقف دب هنا يا تقافل الصعب الإشارات تشير لوجود منفذ الإغاثة الجواب واحد مركز الإغاثة الجواب جوج تفايد العافية الجواب ثلاثة هنا يكبر كيف يبدو عندنا لما ترى هذه الساعة تجد المركز تجد المركز الإغاثة تجد المركز الإغاثة تجد المركز الإغاثة يجد المركز الإغاثة تقول له يلي بلخدم وكيف يبالك وراجل كي يجري مركز الإغاثة هي هذه وطفايد العافية هي هذه إذا الجواب صحيح وجوج ثلاثة يمكن لي أن تجوز نعم الجواب واحد تجد المركز الإغاثة تجد المركز الإغاثة يقولون، نحازن من المسلك ديّانا، فهذا في هذا الحالة، لا يقصدوا المسلك ديّانا، يقصدوا على الطريق، ها والخط، ها ما أم تسل يقصدوا على العربة التي جاء، ولا يجاوزوا، يبقوا في المسلك ديّانا أما هنا في هذا الحالة، ليست جاءت سيارة، يمكن أن يكمل تجاوز ديّانا كنمشي بسرعات 70 كم في الساعة يمكنني أن نخلي مسافة الأمال ما تقلش على 40 مترو نعم الجو بواحد لا الجو بجوش هنا يكن صغيرا في 70 كم في الساعة كما ديرنا هنا في السؤال والسرعة المحدة في 70 كم في الساعة إذن هنا محتار بالقانون هنا يديري لي 70 متر في مسافة الأمال مسافة الأمال يجب أن تخلي 70 مترو هي أقل حاجة بغيت يزيد على 70 مترو زيد عليها أما ممنوع تخلي قلب 70 مترو وما يجب أن تخلي لي 70 بغيت يزيد على 70 زيد قلب 70 ممنوع تخليها أنا يقول لك مسافة الأمال يمكنني أن تخلي مسافة الأمال ما تقلش على 40 مترو لا أصني ضروري تكون 70 الفوق سنظر على الليسر سنعطي حق الأسباقية ما يحدث؟ ما يحدث؟ ما يحدث؟ ما يحدث؟ ما يحدث؟ ما يحدث؟ من أنا ضروري تكون درجوة الرجل أكب؟ ما يحدث؟ هو نضع حق الأسباقية جواب ربعة بالنسبة لنا في هذه الحالة عندنا الضوء أصفر حابس وعندنا إعطاء حق الأسباقية للمين والليسر وهو مثل الأسباق لوف نقسم السرعة وعطي ليمن والليسر والوقف ماشي بالصفة التي توقف إذا كنت ترك خواهي أدوس بحاضر تنس عبره ووقف وعطيهم حق الأسباقية هنا يدين الله يدين الله وعطيهم حق الأسباقية ذلك كما قلنا إذا كان شرط المورول هو اللي كان طبق الأول كان الضوء مورا عاد العلامة هنا يعطينا الضوء والعلامة الضوء اللي يغلب في الحالة إذا الضوء أورنج واقف يقول لك وقف إذا كان يسنئ كيسني ستعرفونه خاسر ذلك الساعة نحن 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 بحالة ونعطيهم أسباقية العربة اللي جاءة بالليمن من يقول لك القاعدة ما تقول لك في غيام أي طرق في ملتق الطرق هنا يضم حابس إذا نقفه ونعطيهم أسباقية ليمن والليسر هنا سنضر على الليسر ونزيد تلق الطرق هنا ديما تسمع سنضر على الليسر هذا الذي قبلتك هو الذي ستعطيه له لأنه يكون عنده نفس الشيء نعطيه ليمن والليسر يقول لك وقف ونعطيه ليمن والليسر بحيث نضر على الليسر أنا أعطيه لي قبلتك كنت لا نضر على الليسر أنا أعطيه ليمن والليسر يمكن لي انتجاوز لحافلة نعم لجواب واحد لا لجواب جوش هنا يفتح حالة لا ينتشي سيارة موراية والسيارة سينيال ها هو باللوقفة تنزل الزكاب يمكن لي انتجاوز في هذه الهفتة نقوم بالحصر نعم الجواب واحد لا الجواب جوش هذا ما في الهفتة لا تقوم بالحصر نقصه بسرعة بواسطة الحصر ولكن غير كنبوم بيوه نبريك ونخي نبريك أما عندما نقوم بالحصر فهي نوقف هذه السيارة الموراية ندخل فيها إذا الجواب صحيح هو رقب جوش يمكن لي أن تجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب جوش هنا كما يبدأ ما جاءتش سيارة من القدام ونخطب التاصل ومتقطع بحدنا إذا يمكن لي أنتجاوز أما إذا كانت شي سيارة جاية فما يمكن لي أنتجاوز هنا يدخل ما خطب التاصل ومتقطع بجهتك فيمكن لي أنتجاوز فهذا النفاق الذي يتواجد خارج التجمعات السكنية يمكن لي أن يمشي في أضواء الطريق الجواب واحد في أضواء التقابل الجواب جوش في أضواء الوضع واحدهم الجواب ثلاثة لكن ما يبدأ في النفاق دائما سترى كلمة الخانسوق في النفاق أتبرك لهم على التقابل لأنني أعرف أسئلة التي تحطط للنفاق في الامتحان كامل كلهم تتبرك على التقابل يقول لك النفاق لا إذا شعلت التقابل فهذا الذي يأتي سوف يتواجد أما عندما يتواجد هذه الساعة يمكن لك النفاق كلهم ستقابل أعقلوا لي وما ستكلم السهل عليكم بالنسبة القود سوف ترى النفاق سوف نتقابل ونحبس هنا هي النفاق التقابل الطريق لا يمكن أن نشعله لأننا مضوية القضية ودوان ودوان لا نتقابل تناول بعض الأدوية يمكن له يتسبب في زيادة في وقترة الفعل نعم الجواب واحد لا الجواب جوش هذه المدوة سوف نشرح لكم وقترة الفعل هو العائق سوف يكون صائق سوف يرى سوف يرى شيء خطر سوف تتابع شيء أو شيء سوف نتقابل سوف نتقابل لفنان سوف نتقابل واحد الثانية وقترة الفعل ولكن في حالته في المتوسط سوف نتقابل سوف نتقابل وقترة الفعل سوف نتقابل سوف نتقابل والطباق يحلل ويعطي طفل لتزرج ويقبل على الفرن فهذه المدوة سوف نتقابل لفترة لفترة التي تتقابل 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 ثلاثة ثلاثة على حسب السائق في حسب السائق كان شرب كان وقترة كان عيان كان عنده مشاكل كيكون وقترة الفعل تتقابل وقترة الفعل بما يسمى وقترة الفعل يتقابل يتقابل اما فوكسر كفايل يتقلص للا اما فوكسر كفايل يتزاد عمروك ينقص تناول بعض الأدوية سوف تسبيه فوكسر كفايل سوف تزيد فوكسر كفايل يمكن لي أن نوقف في هذا المكان إذا بقيت داخل السيارة نعم الجو بوحد هذا المكان يبلسط الحفيلات وعندنا خط سفر على شكل بزاف هذا الخط سفر يقول لكم منوع الوقوف والتوقف الآن الوقوف لا تصلنا شي واحد ولا تصلنا داخل السيارة ثم منوع إذا الجواب صحيح هو لا يمكن لي الوقف في هذا المكان يرفق الداخل السيارة لا لا يمكن لي الإشارات الطرقية كنت تعلم على حركة سير في اتجاهين حركة سير في اتجاهين بجوج الجواب واحد على أن تجاوز ممنوع الجواب جوج مصار مكردان الجواب ثلاثة بالنسبة لهذه الاختيارات سنبشي لكم الاختيار التالي مصار مكردان مصار مكردان منظر مصار مكتبة بجوج مصار مكتبة مصار مكتبة مصار مكتبة إذا كما قلنا هنا الجواب صحيح هو رقم واحد يمكن للتاعب ينقص مكترة الفعل نعم الجواب واحد لا يوجد جوج كما شرحت عده في واحد سؤال أكثر طفل عمره ينقص يكون في ثانية عمره ينقص كثير من ثانية قلب ثانية يقول لي ما أكثر طفل يتزاد ما أكثر طفل يتزاد ينقص أو باللغة العربية يقولوا يتقلص لا ما يتقلص وما ينقص ما أكثر طفل يتزاد بعد هذا اللافتة يمكن لي السير بسرعة 80 كم ساعة نعم جوب واحد لا جوب جوش بسرعة 90 كم ساعة نعم جوب ثلاثة لا جوب ربعة هنا يفضل الحالة خارج المدينة طريق وطنية فهنا يمكن لنا نصغ بسرعة 80 كم ساعة و90 كم ساعة لا يمكن لنا نفوت غير 100 كم ساعة لأن خارج المدينة يمكن لنا نفوت لأن خارج المدينة لأحد لافتة فهنا نصل لها فهنا يمكن لنا نطبق لنا المدينة فهنا يمكن لنا لنا بسرعة 80 كم ساعة وبالتجاوز المدينة يسمى لنا مسموح إبتداء من اللافتة الجوب 1 على قليل 400 متر الجوب 3 هنا لدينا علامة لدينا ثلاثة المرأة ثلاثة هذه الخطوطات يستعملها لهم ولكن هذا الخطه و هذا الخطه يأتي و هذا الخطه يتسمى مثل أجل و هذا الخطه الثاني مثل تجاوز و هذا الخطه الثاني يأتي و هذا الخطه الثاني يأتي و هذا الشيء كامل في اللفيته يكون على فعد 400 متر على بعد 400 متر ايه مثلك هذا ديال تجاوز هنا لا يوجد مكان هنا اول مثل هذا المول وهذا المسلك الخطه لا يمكن ان تخطه تجاوز كي صباح بسبوح بها ابتداء من اللافيتة لا من هذا اللافيتة لا ارى باقي خطم التصل على بعد 400 متر ايه مثلك واحد ديال تجاوز يمتد على مسافة 400 متر ماهو المتيدات او مسافات فهمتك جوج اسهم سغيبرين ليحدى الرقم اللي كيكون في علامات تكملية ليه هذا يكون هنا واحد جوج اسهم مكانين اذا على بعد 400 متر الجوز صحيح هو رقم جوج في الملتقات طرق اللي جاي باللواج بعليا نعطي حق الاسباقية اللي جايين والليبل نعم الجوز واحد لا الجوز جوج هنا يدين ان سيديه بفاصاج اعطي حق الاسباقية موت للناس مقلوب اعطيه اللي من والليسا هذه العلامة تسمع علامة متقدمة كيعطوها لك قفل كلمديني النهناية هذه العلامة هذي وتحسب انها 150 متر قيف هذه غير حطين هذي كيعلموك بالخطر اعطيه لك تقبل 150 متر قيف 150 متر قيف تقبل قيف اعطيه للمان والليسا في الملتقات الطرق الجاي باللواج بعليا نعطي حق الاسباقية اللي جايين والليمن نعطيه للمان فقط لا لا نعطيه للمان فقط لا لا في هذه الحالة يقول لك لا نعطيه للمان ولا يمكن يمكننا تغيير تجاهد لكي نقوم بالتجاوز هذه الشاحنة نعم الجوّب واحد يمكنني تعرضت العقوبة حبسية إذا قمت بالفيرار بعدما تثبت في حادثة مادية نعم الجواب 1 لا الجواب جوج في حادثة جسمانية نعم الجواب 3 لا الجواب 4 نتبق هذا السؤال هل هناك حادثة مادية أو جسمانية الفيرار هو الهورو وكذلك نحن في الحل بينما كنت котором لديك حادثة جسمانية ترغب ولدها حتى جسمانية حتى جسمانية ترغب ولدها واترغب ولدها الحفز وإذا قددر الله ترغبني شئ واحد يقع المشاكل تعطيك وترغب أتبلغ بلارة لتحديثة في الفلسة الفلال فلانية لن يقع المشكلة تشاهد حادثة قلت خائف أما إذا كانت حديثة مدية لقدر الله هذه الساعة وها ربتيك فتسمى الفرور فيها الحفز ويطلبوا السلامة الجميع بالنسبة هنا نتمنى قاعد لكي يحفظوا القود حاولي طبق القود لأن المغرب حاولت تسير بزاف والله يحفظ الجميع كما قلنا وانتمنى يعجبكم الشرح لا تدخلوش بلايك وتبارتاجي وكيف يستفيد الجميع وانشاء الله ينجح وبتوفيق الجميع ونشوفوه في سنسلة رقم 21 من الأسئلة المتيحة وشكرا